اشتركوا في القناة شعر ان كل شعوب العالم بتختلف بتختلف لغتها وعداتها وتقالدها لكن حاجة واحدة بس بتجمعنا وهي الرياضة وخلونا بقى دلوقتي نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين مع ابرز العنوين اليوم الاهلي في اختبار صعب امام الجونة لايعتلاء صدار الدوري نايل ازا ما اليك يا تمستك بالمشاركة في كأس السوفر بنسخته الجديدة بعثة منتخب الشباب تطير الى تونس للمشاركة بطولة شمال افريقيا صلاح ضمن التشكيل المثالي لاغلى اللاعبين الافرقى في مختلف ملاعب العالم من العنوين نروح بقى الاخبار كرة القدم والبداية مع اخبار الدوري المحلي موسيقى موسيقى والتصريب والهدف معظمية الاستراب والهدف مش ممكن يصنعها يصرق على قوة شحارة والاكل الاسترابية الاسلام هو كله تمام الله هو هدف مش ماله ولا حميز 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 لسه ما قوله حرفته حميز والسعاد 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 شحارة ياخد الفاول يسكي يسكي يا عبد الله يا عبد الله النهاردة الاهلي هيحل ضيفا على الجونة في تمام الخامسة مساء على استاذ خالد بشارة بالجونة ومفروض ان ده لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمسابة دوري نايل عايز اقولكو ان الاهلي حقق الفوز على السراميكا بهدفين مقابل هدف في اخر ظهور لي بالدوري فيما فاز كمان الجونة على الدخلية بهدفين دون رد في اخر ظهور بالمسابقة يحتل الاهلي المركز التاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد طبعا ملعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم سجل لعيبة الاهلي 11 هدف طلقت شباك الاهلي 3 اهداف ومازال لديهم مبارتين مؤجرتين فيما بقى بيحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعد ملعب 5 لقاءات فاز فيه مبارتين يتعادل فيه مثلهم خسر الجونة لقاء وحيد وسجل لعيبته 6 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف اكيد بيتطلع المارض الاحمر للفوز الليلة من اجل الصعود الى طبعا قمة الدوري علشان كده يبقى ايه اول الدوري واكيد قمة الدوري بيحتلها فريق بيرمدز بفرق نقطة واحدة وحصلت كمان الاهلي 4 انتصارات بالدوري على حساب المصري بعد كده الاسماعيلي واخر الفوز كان المقابلين العرب وبعد دي كمان سراميكا كليبوترا بينما تأجلت ليه مبارتين امام الجونة وبلدية المحلة بأمل اكيد الاهلي بقيادة مدربه سويسري مارسال كولر تحقي الفوز على الجونة علشان يقدر انه يواصل الانتصارات ويقدر انه يحفز على العلامة الكاملة ثم بقى يقترب من صدارة الدوري لمصلحة الجماهير طبعا الاهلي عايز صالح الجماهير بعد ما خسر الفريق بطولتينتي بداية الموسم سواء السوبر الافريقي او الدوري الافريقي بيفتقد الاهلي جهود مهاجمه كهرباء للإيقاف والمغربي ريدا سليم وعلي معلول للإصابة بينما بيعتمد على قدرات بعض اللاعبين خاصة امام عشور بيرسيتاو وحسين الشحات ومروان عطية في المقابل بقى بيسعى كابتن علاء عبدالعالم مدير فاني الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بجدول ترتيب المسابقة بيعتمد كابتن علاء عبدالعال بنجومية طبعا المتقلقين في فريقه أمثال أحمد بالحج وصبري رحيل وكمان أرنود أعلنت لجنة الحكام إسناد دارة مباراة الأهلي والجونة للحكم محمد يوسف ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح أسامة عبداللطيف محمود ناصف حكم رابع بينما على تقنية الفار مصطفى متحت ويعاونه محمد عباس خلوني بقى كده استعرض مع حضراتكم قيمة الأهلي اللي أعلنها كولر شهدت القيمة غياب أكرم توفيق لعب الفريق حيث فضل مرسال كولر راحة اللعب بتضم بقى قيمة الأهلي لمباراة الجونة كل من بداية من حراسة المرمى محمد الشناوي مصطفى شبير مصطفى مخلوف أما بقى عن خط الدفاع محمد هاني خالد عبدالفتاح كريم فؤاد رامي ربيعة محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم كريم الدبيس أما بقى عن خط الوسط مروان عطية أليو ديانج إمام عشور كوكا محمد مجدي أفشا وندد وأخيرا خط الهجوم حسين الشحات بيرسي تاو أنتوني معدس طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومن أخبار أهلي نروح لأخبار الزمالك وتحديدا مع فريق الزمالك حيث بيتمسك مسؤولونادي الزمالك بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال طبعا بنسخته الجديدة واللي هتقام في الإمارات بمشاركة أربع فرق في الفترة ما بين 23 لحد 29 ديسمبر المقبل بيرسيولونادي الزمالك إلى أن فريق القرى من حقه المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة خاصة إلى أنها بطولة مستحدثة وبتختلف عن البطولة اللي اعتذر عنها النادي الأبيض وبعد طبعا اعتذره عن البطولة نادي الزمالك تعرض للعقوبة العقوبة دي كانت طبعا حرمان سنة كاملة من المشاركة وتغريمه نصف مليون جنيه بيجهز مسؤولو الزمالك خطاب رسمي خلال الساعات المقبلة لتقديمه لاتحاد الكرة الخطاب ده بيتضمن أسباب تطلبهم اللي طلبوهم عفوا المشاركة في البطولة والأسباب اللي بنوا عليها طلبهم بأحقية المشاركة في البطولة المستحدثة هينقش كمان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيف في اجتماعه المقبل المقرر ليه بعد غد يوم الاثنين هينقش فيه ملف المدير الفني الجديد المقرر طبعا هو يقود الفريق في الفترة القادمة بعد الكولومبي اخوان كارلوس اسوريو وزي ما انتوا عارفين ان اخوان كارلوس اسوريو تم تقالته من تدريب الفريق بعد مباراة زد بالدوري كمان هينقش أضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طبعا العديد من السيار الزمالك المعروضة عليهم حتى يتم الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد او حتى كده عرض اسماء جديدة المفضلة بينهم عايزة أقولكو كمان ان رفض مسؤولو نادي الزمالك بعد السيار الزمالك للمدربين بسبب ان معظمهم بلا نادي في الوقت الحالي بخلاف كمان الى ان بعضهم بيمتلك سيار زمالك ضعيفة كشف احمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك ان المجلس الإدارة هيناقش في اجتماعه يوم الاثنين المقبل نتائج التحقيقات اللي اجريت على ثلاثي الفريق الاول لقرة القدم بنادي الزمالك وطبعا التحقيقات دي كانت على خلفية الاحداث اللي سبقت مباراة الفريق امام زد في رقاء الجولة السادسة اكد سالم الى ان المجلس هيناقش نتائج التحقيق اللي اجريتها اللجنة القانونية مع ثلاثي الفريق اللي هما احمد فتوح محمد صبحي ومصطفى الزنادي موضحا اكيد الى ان الادارة هتتخذ العقوبة المالية المناسبة في هذه الحالة لو رحنا بكلمنا على الصعيد الفني لفريق الزمالك ابتدى معتمة جمال المدرب العام والقائم بعمال المدير الفني دراسة فريق ابو سليم الليبي اللي هيلعبه في الجولة الاولى من دور المجموعات بطولة كأس كونفدرالية الافريقية طبعا بيدرس الفريق قبل موجهته في المباراة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاني طلب كمتمة اعتمد جمال من الجهاز المعاون تجهيز تقرير شامل ومفصل عن الفريق الليبي بيتضمن اكيد التقرير ده طريقة الفريق في بناء الهجمات والاستحواز على القرى والتحضير كمان للفريق وكيفية كمان اختراق الفريق صفوف الخصم واهم اللاعبين اللي بيعتمد عليهم في بناء خطته وكمان ابرز الاوراق الواضحة في صفوف الفريق غادرت القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر للشباب متوجهة لتونس لخوض بطولة شمال افريقيا اللي بتنطلق يوم 14 نوفمبر الجاري بيترقص البعثة محمد ابو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد القرى وبتضم البعثة 22 لاعب اصفرت قرعة بطولة شمال افريقيا لمنتخبات الشباب عن مواجهة مصر للشباب مع منتخب ليبيا يوم 4-15 نوفمبر الجاري وبعده بمباراة امام الجزائر هتكون يوم 17 برضو من نفس الشهر وعايز اقول لكم بيالتقي منتخب مصر للشباب منظير والتونسي يوم الحد نوفمبر 19 نوفمبر وبيختتم مشواره في البطولة امام المغرب ومباراته امام المغرب هتكون يوم 21 من الشهر ذاته بيأسعى الجهاز التبي بفريق Modern Future اللي تجهيز مصابي الفريق وابرزهم باسم علي والكاميروني جوناثن من اجل طبعا اللحاق بمباراة الفريق المقبلة امام سوبر سبويت الجنوب افريقي ضمن مباريات الجولة الاولى من عمر دوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية واستقر بقى المدير الفاني بورتغالي لفريق Modern Future على خود 3 مباريات استعدادا لمواجهة الكونفيدرالية ومن المقرر كده ان يلتقي فريق Modern Future مع الاسماعي في اولى مبارياته الودية يوم 13 من الشهر الجاري والمباراة هتكون على الملعب الفرعي الاستاد القاهرة الدولي ومفروض الداخلية هيقابله يوم 19 من الشهر ذاته والمباراة الثالثة لم يتم تحديد طرفها بعد الان بيبحث كابتن ايمن الرمادي مدير الفاني لفريق سواميكا عن عدة وديات خلال فترة التوقف الدولي الحالية من اجل اكيد تجهيز الفريق بشكل كامل لمباريات الدوري المقبلة اللي هيفتدي الفريق بمواجهة البنك الاهلي بعد تأجيل مباراة المصري يعود الفريق للتدريبات غدا يوم الحد لبداية الاستعداد بعد ما منح كابتن ايمن الرمادي لعبته راحة لمدة 3 ايام بعد الهزيمة من الاهلي بهدفين مقابل هدف والمباراة اللي اتهزم فيها الفريق كانت جمعتهم مساء يوم الاربع والمباراة دي كانت مؤجلة من الجولة التانية من الدوري بيحتل السراميكا مركز التلاتاشر برصيد 7 نقاط بعد ملاعب 6 لقاءات فاس فيه مباراتين اتعادل في اللقاء خسر 3 مباريات سجل لعبة الفريق 9 اهداف وطلقت شباكه 6 اهداف استقر الجهاز الفني لمقاولين العرب بقيادة كابتن شوقي غريب على خود الفريق ما لا يقل عن 4 مواجهات ودية لخلق كده حالة من الانسجام بين اللاعبين خاصة بعد عودة المصابين وانضمامهم بشكل تدريبي في طبعا صفوف الفريق وعاد كابتن شوقي غريب لقيادة مران المقاولين بعد انتهاء الراحة اللي اعطوها لللاعبين لمدة 4 ايام حيث ابتدى الفريق يوم الخميس الماضي استعدادات لمواجهة فارقو المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري اعرب كابتن شوقي غريب عن ثقة الكاملة في لعب الفريق للخروج من تلك المرحلة الصعبة على مستوى نتائج الفريق وخاصة كده الى ان لعب المقاولين قدموا اداء مميز جدا خاصة في مواجهة الاهلي والاتحاد السكندري رغم الهزيمة في المباراتين يستعيد فريل كرة الاول بنادي بيامت خدمات ريدا بوبو لاعب خط الوسط في مواجهة مازنبي الكونغولي بالجولة الاولى في دور المجموعات البطول الدوري ابطال افريقيا والمقرر للمواجهة دي تكون يوم الجمعة 24 نوفمبر الساعة 6 مساء على استعد الدفاع الجوي انهى اللاعب برنامجه التأهيل اللي خضع ليه في احد اكبر مراكز التأهيل في الامارات لمدة شهر وبيخوت حاليا تدريبات تأهيلية لاستعادة كده اللي يقع البدنية تحت اشراف اسلام جمال مدرب الاحمال خضع ريدا بوبو لعملية جراحية في احد المستشفيات بسبب فتء في جدار البطن والفتء ده تعرض ليه خلال تواجده في معسكر منتخب مصر في نصف الشهر سبتمبر الماضي ومن المنتظر كده انه يستعيد فيامة خدمات اللاعب في مواجهة مازنبي المقبلة واللي هتكون بعد فترة التوقف الدولي الحالية من اخبار بالدوري الممتاز نروح لاخبار دوري الممتاز ب وقرر الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة كابتن هشام زكريا نهاية استعارة جابر السالم من بيترو جات وعلي خليل من الجونة بالتراضي بين الطرفين وعدم تفعيل تعاقد النايجيري وعودت كمان تلات ناشئين في مواليد 2003 الى فريق الشباب وبيستعد أسوان لمواجهة مكادي في الجولة التمنى ياخد فريق مكادي تدريب خفيف عصر اليوم على استاد أسوان بعد وصول الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة أسوان في الجولة التمنى ياخد الفريق المواجهة بروح منتعشة بعد الفوز الأخير على أبو إير الأسمدة وارتفاع رصيده الى 9 نقاط كان ركبت المحمد أشرف المدير الفني لنادي النصر للتعدين تحديد قائم محمد شرف عفوا المدير الفني لنادي النصر للتعدين تحديد قائمة الراحلين من الفريق وعدم استمرارهم في صفوف الفريق حتى يناير بسبب عدم التقصير في المباريات الأخيرة خلال آياب المقبلة من أجل تحسين النتاج وبيستعد كمان الفريق لمواجهة أبو إير للأسمدة يوم الاثنين المقبل بينهي بقى فريق بيترو جات استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة غدا في الجولة التمنى لدوري القسم الثاني حيث كده وعد لعبته على استمرار طبعا روح الفوز بعد تحقيق الفوز على طنطف الديئة 92 وتصدر جدول الترتيب للمجموعة خلونا دولاتي نطلع للفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في أخبار أون تايم مرحب بحضراتكم من جديد ودلوقت معدنا مع فقرة أخبار الدوري الأفريقي مرحب بحضراتكم من جديد نبدأ من الوداد المغربي واللي بيقوده فنان كابتن عادل رمزي واللي استقر على الاعتماد على اللاعب أسامة محروس علشان كده يعود غياب قائد الفريق يحيى جبران لاعب خط وسط الفريق في مواجهة طبعا الاياب ضد الساوند داونز ضد الساوند داونز اللي هتنطلق بكرة الساعة 3 عصرا طبعا يحيى جبران واحد من أهم وأبرز لاعب الوداد لكنه حصل على اندار في مباراة الذهاب وده الاندار التاني ليه في البطولة عشان كده اتوقف ومش هشارك في مباراة الاياب وحسب بقى التقارير المغربية فإن عادل رمزي مدرب الوداد كان بيفاضل بين اللاعب أنس إل سرجات وأسامة محروس لكن يبدو أن المحروس هو اللي هياخد طقة مدرب الوداد في التشكيل الأساسي في مواجهة ساوند داونز نروح كمان لفريق ساوند داونز واللي ما اكتفاش بدخول الجماهير مجانة اللي قائل إياب ضد الوداد المغربي أعلنت إدارة الفريق الجنوب أفريقي إقامة حفل فني كبير جدا قبل انطلاق المباراة وكتب كده نادي ساوند داونز في إعلانه عن الحفل سيكون هذا الأحد يوم لا ينسى سيتواجد معنا عدد من الفنانين الجاهزين لإشعال أجواء الملعب بعدهم الفني الرؤى هيا يا جمهور ساوند داونز أحضروا إلى الملعب تلك اللحظات التي لن تنسى طبعا نادي ساوند داونز مش أول مرة يستخدم نفس الإسطوب علشان يحفز جمهوره على الحضور إلى الملعب أكيد عاوز طبعا يستغل لعامل الأرض والجمهور واللعب الساعة 3 العصر عشان يحسم أول لقب ليه في بطولة الدوري الأفريقي بنفكركم أكيد أن مباراة الذهاب انتهت 2-1 لصالح الوداد المغربي وبيحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة عشان يحسم اللقب أو يخسر بفارق هدف بشرط أنه يسجل هدفين أو أكتر أما بقى لو كلمنا عن فريسان داونز محتاج أنه يفوز 1-0 أو بفارق أكبر من هدف في حال تسجيل الوداد هتقدروا أن تتابعوا المباراة بكرة بتغطية خاصة جدا على قناة أنتايم سبويتس خلصنا بقى دلوقتي أخبار الدوري الأفريقي تعالوا بقى خلصنا دلوقتي أخبار الدوري الأفريقي تعالوا بقى دلوقتي نروح للجولة أخرى في أخبار كرة القدم العالمية اشتركوا في القناة نبتدي بقى فقرتنا العالمية باستعرض أهم المباريات اليوم من الدوريات العالمية ونبتدي من مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والجولة الـ 12 ويلفر هامتن أمام توتنهام الساعة 2.5 أرسنل أمام بيرنلي كريستل فالس أمام أبرتن منشستر يونيتد أمام لوتون تاون كل 3 مباريات دول الساعة 5 وآخر مباراة برونومث أمام نيو كاسل المباراة الساعة 7.5 نروح بقى لمباريات الدوري الأسباني والجولة الـ 13 رايو فايكانو أمام جيرونا المباراة الساعة 3 المارية أمام ريال صاصداد الساعة 5 أوروبا أستسونة أمام لاس بلماس وجرناتا أمام ختافي الساعة 7.5 وريال مدريد أمام فالينسيا الساعة 10 مساء نروح بقى لمباريات الدوري الإيطالي والجولة الـ 12 ليتشي أمام ميلان الساعة 4 يوفنتس أمام كالياري الساعة 7 منزة أمام ما تورينو الساعة 10 إلى 4 نروح لمباريات الدوري الألماني والجولة الـ 11 بايرن ميونيخ أمام هايدنهايم الساعة 4.5 أكسبرج أمام هافنهايم شتوتجارد أمام بروسيا دورتمند وكمان دار مشتات أمام ماينس كل المباريات دي أربعة ونص وآخر مرة مباراة هتكون بخوم أمام كولن الساعة 7.5 ونروح لمباريات الدوري الفرنسي وجولة الـ 12 ريمس أمام باريس سانجرمان الساعة 6 ولوهافر أمام موناكو الساعة 10 مساء هنبدأ بقى الأخبار العالمية من النجم الأرجنتيني ماسي اللي شكر مشاجعه انتر ميامي على دعمهم وخلوه كده يحس ان هو في بلده طبعا الشكر اللي وجهه ماسي لكل سكان ميامي كان بمناسبة حفل تكريم خاص جدا تم تنظيمه من النادي للعب الأسطورة الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية لمرة تمنى والحفل كمان اتعامل قبل مباراة استعراضية ضد نيويورك سيتي تعالوا نروح نشوف ماسي قال ايه قبل كل شيء رأتوان أشكركم على وجودكم هنا وعلى هذا التكريم الجميل بالنسبة لي أنا سعيد للغاية بسبب مشاركتي هذا الأمر معكم أود أن أشكر جميع الناس في ميامي ليس فقط أولئك الموجودين هنا في الملعب ولكن أشكر كل المدينة على الطريقة التي عملتني بها أنا وعائلتي منذ تواجدي هنا لقد أظهرتم لي الكثير من الحب وجعلتمني أشعر وكأنني في بيتي المدينة هنا يسكنها الكثير من اللاتينيين وهذا جعلني أشعر بالراحة وأسرت الأمور بشكل جيد حقا لذا شكرا جزيلا لكم لم نكن معا لفترة طويلة لكننا حققنا بالفعل شيئا مهما للغاية وهو أول لقاب لنادينا ولم يكن لدي أي شك في أن الأمور ستسير على ما يرام وأننا سنستمتع بالأمر والآن ليس لدي أدنى شك أن العمل المقبل سيكون أفضل وسنواصل لاستمتاع بكرة القدم وسنسعى للحصول على ألقاب جديدة نحن حقا بحاجة إلى دعمكم يا رفاق ومن المدهش أن تكونوا قريبين منا لذا فإن العمل المقبل سيشهد تحقيق أشياء مهمة وسنفعل ذلك معا شكرا جزيلا لكم جميعا نروح كمان للريال مدريد الأسباني ومدربه الإيطالي كارلو أنشلاطي اللي تكلم قبل استضافة فريقه لفالينسيا في الدوري الأسباني النهاردة يوم السبت والمباراة كانت في قمة مباريات الجولة الثلاثاشر أكد على جهازات بالينجهام نجم فريق الملكي وكمان بعت رسالة كده للجمهور بتاع فالينسيا خاصة إلى أن حصل مشكلة بينهم وبين فينسي جونيور جناح فريق الريال تعالوا نروح نشوف أنشلاطي ونرجع نكمل باقي كلامنا في أخبار برينجهام يقول إنه يشعر بالراحة لقد تدرب بشكل طبيعي وهو حاليا متاح وإذا لم يحدث أي شيء غريب خلال الساعات القليلة المقبلة فسوف يلعب المباراة يجب على مشجع فالينسيا الذين يأتون إلى هنا أن يكونوا هادئين للغاية ويستمتعون بالمباراة أنا مقتنع بأنها ستكون مباراة جميلة لأن الفريقين يلعبان كرة قدم جيدة جدا وستكون المواجهة قوية للغاية ولن تكون هناك مشكلة مع الجمهير أردغولار تعرض للإصابة للمرة الثالثة ومن الصعب دائما البقاء بعيدا عن مقر تدريب الفريق اللاعب يمر بفترة صعبة لأنه يراز ملاءه في الفريق يتدربون ويشاركون في المباريات وهو لا يلعب ومن الطبيعي أن يشعر بالحزن والغضاب لكننا نحبه كثيرا وبالتأكيد لسنا في عجلة من أمرنا لاستعادة اللاعب في قائمة الفريق نروح كمان لفريق بايرن يونيخ وتحديدا مدربه تومس طوخل اللي حذر من مواجهة هايدنهاين في الجولة الحداشر من الدوري الألماني وقال أنه هو مضطر يغير في تشكيل الفريق خاصة بعد المواجهات الصعبة اللي خضعوها في الفترة الأخيرة ولازم يحفظ على اللاعبين لكن في نفس الوقت مش هيغير التشكيل كله ولازم كده يواجه الأمور بذكاء تعالوا نروح نشوف تصرحات مدرب بايرن يونيخ ونرجع نكمل باقي كلام سياف العيسك هايدنهاين فريق جيد جدا ولعبوه يرقدون كثيرا وستكون المواجهة ضدهم صعبة خاصة أننا بذلنا جهدا كبيرا في آخر اليقائين وها نحن أمام مباراة ستتطلب الكثير من القوة الذهنية أيضا بالرغم من كونها مباراة نحن فيها الفريق المرشح للفوز سأقوم بعمل تعديل في التشكيل وإجراء العديد من التغييرات التي ربما نحتاج إلى إجرائها وفقا لتوصيات الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي لدينا الرغبة في الحصول على طاقة جديدة بعد مبارايتين صعبتين وكان الضغط كبيرا في هاتين المبارايتين الكبيرتين بعد خروجنا المؤسف من الكأس وسيكون من الجيد أن يكون لدينا لاعبين جدد في الملعب ولكن علينا أن نكون أذكيها لأنه لا يمكن إجراء أحد عشر تغييرا ودخول المباراة لأنها تظل مباراة صعبة للغاية في ظل سعينا للحصول على النقاط الثلاثة نروح بقى اليوفنتوس وطالب أليجري مدرب يوفنتوس لعبته بضرورة الفوز على كالياري في الجولة الاثناشر من الدوري الإيطالي وحذر مدرب اليوفي لعبته من الفريق طبعا المنافس طبعا الفريق المنافس عنده مدرب صاحب خبرات كبيرة جدا ومهاجمين قدرين على تهديد دفاعات يوفنتوس تعالوا نروح نشوف تصرحات أليجري مواجهة كالياري هي المباراة الأكثر أهمية لأن المنافس فاز في مبارياته الأخيرة لذلك فهو فريق قوي وخطير للغاية ومدربه كلاوديو رانهيري مدير فني كبير ومحنك كما أنهم يملكون لاعبين في خط الهجوم يتمتعون بالسرعة واللياقة البدنية العالية لذلك أرى أنها مباراة صعبة تنتظرنا وعلينا التحلي بالصبر والتعامل معها بذكاء أرى أن المباراة أمام كالياري صعبة ليس لأننا نواجه فريق يشبه انتر أو الحصول على أيام راحة أكثر لكنه فريق حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة ويمكن أن تؤثر على تركيزنا وأنا أخبرت اللاعبين بالفعل أن المباراة مهمة للغاية ويجب أن نلعبها بهدوء وتواضع واحترام أمام فريق يقدم أداء جيدا بشكل لافت للنظارة نروح كمان للدوري الأمريكي ونجاح فريق سياتل ساوندرس في حسم التأهل لدور نصف النهائي للقسم الغربي بعد فوزه على أفسي دالس بنتيجة 1-0 وأحرص كمان ألبرت روزناك هدف سياتل ساوندرس الوحيد في الديئة 36 من زمن الشوت الأول طبعا فريق سياتل حقق انتصارين على دالس مقابل فوز وحيد لفريق دالس ومعروفة انه في الدوري الأمريكي بيلعب الفريقين في الأدوار الإقصائية ثلاث مباريات واللي يحسن مباراتين منهم بيتأهل الدور اللي بعد كده وبعد بقى الفوز ده هي صديف سياتل نظيره لوس أنجلس أفسي في النصف نهائي القسم الغربي اشتركوا في القناة نروح بقى للدوري الألماني ونجح فريق بروسيا مونشنجلات باخن ويحقق الفوز الكبير جدا على فولفسبيرك بنتيجة 4-0 في افتتاحية مباريات الجولة بكده تكون خلصت فقرة أخبار كرة القدم العالمية هنطلع للفاصل السريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا في أخبار برحب بكل المشاهدين من جديد ودلوقتي معدنا مع فقرة الألعاب الأخرى اشتركوا في القناة 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 لازم بقى في البداية كده سألك عن رأيك ايه في فوز الأهلي النهاردة امام الكويت الكويتي اشتركوا في القناة 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 فأتمنى أن الأهل يقابل ما يقابلش الخريج ويقابل النجمة هيفرق جدا على تأثير اللعبة في الملعب وطبعا لعبة اللعبة للأهل لعبة كبيرة ولعبة مستوات عالية ولعبة تحت الضغوط أي نعم الجمهور مش هيفرق معهم في حاجة جمهور الخريج أو أي جمهور لكن برضا كنت يعرفها الأرض وجمهور عجل تفرق وطبعا لحد المال في الفريق وفريق خريج متعام بأربع خمس لعبة على أصول منذ حاشم لعب منتخب مصر فريق خريج حاليا متعام بلعبة كويسين لعبة معالطهم عليها لكن المباراة هتبقى مباراة تقيلة مش خفيفة كل بالك النهاردة مباراة النهاردة الخليج والنجمة مباراة بردك هتبقى مباراة في الملعب متعرفيش مين اللي هيكسب والمكسب الفرقة اللي هتكسب بإذن الله هتجينا تعبانا بكرة وده هيدي بأسلح من ضمن الأسلحة لنقدر نكسب بهم مصر بكرة ونحصل على المركز الخامس بإذن الله مزبوط جدا كلام حضرتك كابتن طارق بشكر حضرتك جدا على التواجد معانا هنا في مداخلة هاتفية في برنامج أخبار أونتاين بشكر جدا نكمل بقى أخبار الألعاب الأخرى وبيلتقي الساعة 8 من مساء اليوم فريق الزمالك والأهلي في الجولة السبع من بطول الدوري سيدات إليهات على الصالة مغطاة بالزمالك وكان سيدات الزمالك فازوا على البنك الأهلي بنتيجة 40-19 في إطار الجولة السادسة من الدوري الأول لمسابقة الدوري الممتاز اللي أقيمت أمس يوم الجمعة كمان بقى حق سيدات الأهلي الفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 33-21 فاز الفريق الأول لكرة السلب بنادي الزمالك على النظير والطيران بنتيجة 85-44 في المباراة اللي جمعتهم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء والمباراة دي كانت ضمن منافسات إياب دور 16 من بطول الدوري المرتبط وشهدت المباراة تواجد نيرا الأحمر عضو مجلس الإدارة وطارق السعيد رئيس جهاز الكرة السلة طبعا لمساندة اللاعبين والجهاز الفني وعايز أقول لكم كده إن من المنتظر إن يلتقي زمالك مع نظيره الأهلي في دور 8 من البطولة بنظام الذهاب والعودة على أن تكون المباراة الأولى يوم الثلاث المقبل والمباراة الثانية يوم الجمعة نجح الفريق الأول لكرة السلب بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطول الدوري المرتبط للرجال بعد تكرار الفوز على الشمس في الدور تمنقى النهائي من البطولة وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الشمس بنتيجة 94-78 ومن المقرر إن يلقي الاتحاد السكندري في ربع النهائي البطولة الفائز من مباراة طلاع الجيش والجزيرة بتنطلق بقى اليوم فعليات بطولة العالم للكرة الطائرة البارلمبية واللي بتستمر حتى يوم 18 روفمبر الجاري ودي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملعب إلصالات المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية والبطولة فيها مشاركة لـ 24 منتخب يمثلون 19 دولة وتعد البطولة آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 20-24 بكده تكون خلصة فكرة أخبار الألعاب الأخرى خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا في أخبار عن تايم ورجعنا لكم مرة تانية وبكده نكون وصلنا دلوقتي الآخر فقراتنا وهي فقرة وانشوت دلوقتي بقى الجمعاتنا مع آخر فقراتنا وهي فقرة وانشوت واللي بركز فيها على اللقطات الإيجابية أو الأخبار الإيجابية وخبر اليوم للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليبربول الإنجليزي بعد تواجده في التشكيل المثالي لأغلى اللاعبين في قارة أفريقيا بحسب القيمة التسوقية لنجوم القارة السمراء في مختلف ملاعب العالم خلال الفترة الحالية نشر موقع ترانسفير ماركت العالمي لتشكيل المثالي لأغلى نجوم منتخبات القارة السمراء في شهر نوفمبر الجاري واللي شهد تواجد محمد صلاح في خط الهجوم بقيمة تسوقية تبلغ 65 مليون يورو بيتواجد بجانب محمد صلاح في تشكيل أغلى اللاعبين الأفرقى في العام الجاري مع النيجيري فيكتر أوسمان النجم نابلي الإيطالي اللي بيعتبر أغلى لاعب أفريقي حاليا بقيمة تسوقية بتبلغ 120 مليون يورو والغيني سارهو جيراسي النجم شتوتجارد الألماني ب40 مليون يورو وزي ما احنا عارفين كده أن تواجد نجم من مصري محمد صلاح بجيزة أفضل لاعب في ليفر بول خلال شهر أكتوبر الماضي وده بعد حصوله على جيزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن نفس الشهر بكده كون خلصت حلقاتنا النهاردة من برنامج أخبار أنتايم يارب نكون أفناكم بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية شوفكم بخير وإلى اللقاء